السلام عليكم ازايكم وعملين ايه؟ يارب تكونوا بخير اخر الاخبار للحالة الصحية للفنانة فيف عبدو وايه اخر الاخبار اللي وصلنا لها من الاطباء والدكاترة المشرفين على حالتها حتى الان مع الناس اللي بتنتقدني والناس اللي بتدعي عليها والناس اللي بتقول عني مش وراك اللي فيف عبدو او اي كلام من ده انا بنق الاخبار حابب تسمع مني المعلومة كانة بها مش حابب تسمع مني شرفني وزدني شرف حضورك عندي احتراما ليه يعني لو سمحتو انا ما بغلطش فيكو عشان حد يزيد في الكلام انا مجرد بنق الخبر تمام ادخل بقى في الموضوع واسفة لو انا طولت عليكم او اتكلمت خارج الموضوع اخبار فيف عبدو تصرح الاطباء ان حالتها غير مستقرة تماما حالت فيف عبدو غير مستقرة نفس الكلام اللي قلته لكم هي يا جماعة اعتبر ميتة او لو ما كانتش فعلا ميتة والاطباء والدكاترة مخبيين وبنتها عزة كمان احتمال تكون عارفة او الله اعلم لان ما اعتقدش انها ممكن تكون عارفة لكنها من وقت ما عرفت ان ممتها خلاص محدش بيدخل عليها وانها خلاص تعبانة وفي عينها مركزة لدرجة منعين عنها اي حد يشوفها حتى عزة بنتها هي استلمت كل حسابتها ودقت تتصرف في كل حاجة ما بقاش عليها ولا وراها غير طول النهار تنزل صور خليعة اسفة في اللفظ صور مفروض ما تنزلش حاليا عملة تنزل صور وفيديوهات لوالدتها بصراحة عيبة قوي يعني دي في امسل حاجة ان هي تقول للناس ادعوه لوالدتي ادعوه لامي امي بتتقلم امي تعبانة اكيد هتلاقي ناس تدعي لها انما بتفكر الناس وعملة تنزل حاجات تزيد لامها سيئات دي حاجة غلط قوي اتمنى اتمنى حد يوصل لها المعلومة ان هي اللي بتعمله ده مش في صالح والدتها من ضمن تصريحات الاطباء في دكتور قال انها اول اغرب حالة انا شفتها متمسكة بالحياة فيف عبده حب الحياة وحب العيشة جدا ده مش هنقول حاجة وحشة هي حاجة كويسة ولكنها بتديها ضغط اكتر على اعصابها مستعدة تعمل اي حاجة علشان تعيش بس هو كل واحد لي عمره محدش هياخد اكتر منه ولا هيسيب منه يوم ما بقتش قادرة تتنفس ولا تتكلم والدكتور ده كادرة ما بقوش عايزين طول الوقت يقولوا تصريحات عن حالتها يمكن المستشفى يمكن مستفيدة شوية من ركنتها بس صدقوني الموت ما بيتخباش فيفا عبده من الناس اللي سنها كبير وكلنا عارفين سنها كبير بتبان في صور كتير ان هي اصغر من سنها بتاخد مرشطات بتاخد حاجات بتلعب في الهرمونات بتاعت جسمها ميكا وكل الحاجات دي بتتصور صور ما تنفعش ابدا تتصورها وبتعمل حاجات انا بس بتمنى وببدع دعوة يا ربي لو هو ده كان وقت تموتها ارزقها يا رب يا رب توب قبل الموت ولو لسه ليها ولو يوم كمان في عمرها وهتخف يا رب يكون اللي حصل لها ده عزة وموعزة انها تقرب من ربنا وتكون فرصة لها انها تقرب تقرب من ربنا ربنا غفور رحيم كل واحد بيعمل حاجات غلط ربنا بيغفرها له بس لازم نتوب الاول عنها من ضمن كمان الحاجات اللي وصلت لنا من حالة فيفي عبده انها الحركة بتاعة العين نفسها ما بقتش قادرة يعني ايه ما بقتش قادرة تركز خالص يعني فقط التركيز فقط القدرة عن ان هي تبقى عارفة الشخص اللي قدامها زي ما قلتلكم لما اقاربها وناس كتير عرضتني فيها برضو راحوا زروها يا جماعة انا بجيب المعلومة اللي انا بعرفها وبكون سعيت لها ان عرفها لكم بجد ناس راحوا زروها هم هي ما عرفتهمش ما عرفتهمش خالص لدرجة ان الدكاترة منعوا عنها كل الزيارة حتى زيارة بنتها انها تدخل تطمن على والدتها هي مش بقاش عليها عزة غير طول النهار تنزل على الانستجرام وعلى صفحة والدتها اللي بتباحها ملايين ملايين الناس عملت نزل فيديوهات وخمسة ما وكلام كلنا عارفين وعارفين فيف عبدوبي ولكن هذا الوقت ليس في صالح امها ابدا انا متأكدة انها بس لو قالت للناس ادعو لامي امي تعبانة وفي اواخر ايامها اكيد اكيد الناس هتدعي لها لان احنا الشعب بقلبنا في طبع الحنية احنا بنتأثر بالكلام قوي بتمنى لكم دايما تكونوا بخير خلي بالكم من نفسكم كل مرة هقولها لكم بشكركم على حسن المتابعة واتمنى اكون عند حسن ظنكم ياريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي لاني بتشرف بوجودكم وشكرا جدا لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك سلام وعلا اشتركوا في القناة